بيبدأ المسلسل مع ليف وهي قاعدة في المطار ومستنية الطيارة بتاعتها عشان تسافر لمدينة معينة لانها المفروض رايح هتفاجئ حد موجود هناك لكن طيارتها بتتأخر جدا وبتسأل الموظفة عن سبب التأخير وبتعرف من الموظفة ان الطيارة اللي المفروض تسافر بيها تعطلت في مطار تاني بسبب سوء الاحوال الجوية ومستحيل انها توصل لها النهاردة فبتقعد ليف في المطار ومش عارفة تتصرف ازاي لانها لازم تسافر بقى اي شكل وبتسمع اتنين بيتكلموا انهم مسافرين وهيعدوا على المدينة اللي هي هتنزل فيها فبتجري وراهم وبتقولهم انها عارفة ان طلبها هيبقى مجنون شوية بس لو ينفع ياخدوها معاهم في طياراتهم الخاصة وينزلوها في المدينة اللي هما نزلينها اصلا واما بيرفضوا بتارد عليهم انها هتدي لكل واحد الف دولار مقابل انها تركب معاهم وهتفضل هادية وسكتة طول الرحلة لكن بيرفضوا تاني وساعتها صوتها بيعلى وهي بتتحيل عليهم لدرجة ان امن المطار بيجي لهم عشان يعرف اللي بيحصل فبيبانى على واحد منهم انه قلق من الامن وبيوافق فورا انهم ياخدوه معاهم وبيقول لها ان اسمه سام وسواء الطيارة اسمه مايكل وبيروحوا على الطيارة وبيعد المايكل من قوة المطور عشان يقدروا يزودوا سرعة الطيارة ويوصلوا اسرع وبيركبوا طيارتهم وبيبدأوا رحلتهم وبيقول لها سام انها ما تستخدمش الموبايل بتاعها عشان ممكن يشوش على جهزة ارسال الطيارة وبيعرض عليها انها تاخد ازيزة مية واكل عشان وقت ما هيوصلوا لمدينة هتبقى محلتها قفلة ومش هتلاقي حاجة تشتريها عشان تاكلها وبتسألوا على شغلهم فبيقول لها سام انهم مصورين طبيعي ورايحين عشان يصوروا غزلان الرنة فبتقولوا انه شغلوا ممتع اكتر منها لانها شغالة محامية متخصصة في الدعوة القضائية المالية وما بيحاول سام انه يعرف سبب صفر ليف بتتهرب من الاجابة وبتقولوا نعم محتاجة نام ضروري وبتغمض عينيها عشان ترتاح وتنام لكن بتصحى من انهم مفزوعة والطيارة متعطلة وارتفاعة بيقل وعملة تقرب من الارد لحد ما الطيارة بتغرق وبتفوق ليف وهي مربوطة في الكرسي بحزام الامان وبتفوق نفسها واللي معاها لكن بيكون سام ارعوب من الغرق لانه مش بيعرف يعوم وبتحاول ليف انها تنقذ مايكل بس بيبقى في حديدة دخلة في رجله ومنعها يخرج من الطيارة وبيفضل منسوب المياه يزيد في الطيارة لحد ما بتغرق تماما وبيغرق مايكل ومش بتقدر ليف انها تنقذه وبتطلع بسرعة على سطح المياه وبتلاقي سام بيغرق قدامها فبتنقذه وبتاخده على قرب يابسة قريبة منهم وبتلاقيه مصاب في رجله بسبب دخول حديدة في رجله وعنده نزيف جامد فبتربط رجله بالشال بتاعها وبتبقى مرعوبة من انه يموت وتفضل هي الوحدة على الجزيرة او الغابة اللي هي فيها وبتوقف نزيفه وبيفقد الوعي ساعتها وبتحاول انها تدور على اي شبكة في موبايلها او موبايل سام وبتطلع لمكان عالي على امل تلاقي شبكة تتصل بأي حد ينقذهم وما بتوصل لمكان عالي بتلاقي نفسها في جزيرة او غابة كبيرة جدا وفاضية ما فيهاش اي حد يساعدها ولا فيها شبكة موبايل وبترجع من تاني لسام عشان تفضل جنبه وما بيجي الليل بتضطر انها ضغطي نفسها باغصان الشجر يمكن يمنى عنهم اي برد وبتنام ليف لتاني يوم وما بيجي النهار بيصحى سام من القلم اللي بيحس بيه في رجله وبطنه وما ليف بتشوف سبب القلم اللي في بطنه بتلاقي انه بيعاني من كدمات خطيرة مسبباله القلم ده وبتحاول تطمنه لانهم اكيد سجلوا رحلتهم في المطار ولو ما وصلوش في معادهم هيجي حد يدور عليهم ده غير ان شركتهم اما يختفوا هيدوروا عليهم برضو فبيصدمها سام وبيقول لها ان رحلتهم دي محدش يعرفها وهما مش شغالين مصورين ازازا وانها بقت لوحدها في الجزيرة دي ومن شدة القلم اللي بيعاني منها سام بيموت وبيسيب ليف لوحدها مش عارفة تتصرف ازاي وبتلاقي قدامها في المياه الصورة اللي كانت مسكها في ايدها لحظة غرق الطيارة وهي صورة صنار وبتفضل تفكر في اللي المفروض تعمله وبتعرف انها لازم توصل للطيارة في الاول عشان تقدر توصل للسلك اللي فيها يمكن تقدر تطلب النجدة وحد يجي ينقذها تستعد عشان تنزل للطيارة الغرقانة لكن المياه بتكون متلجة لدرجة انها مش قادرة تنزلها وبتخرج منها بسرعة وبتحاول انها تعمل لنفسها مركب عشان توصل للنقطة اللي فوق الطيارة وتنزلها اسرع لكن بتفشل في محاولاتها وبتفضل تصرخ لحد ما بتهدى وبتطلع الشوكولاتة اللي معاها وبتاكل جزء بسيط منها عشان ما تخلصش وبعدها مش هتلاقي اكل نهائي وبتفتكر اما كانت مع زملها في الشغل داني وقعدة معاها في عشها رومانسي وبياكلوا اكل جميل وهي دلوقتي بيشلاقي اغر الشوكولاتة او مهددة انها لو خلصت مش هتلاقي غيرها تاكلها وبتشرب كمية قليلة جدا من المياه وبتستنى لتاني يوم عشان تتحرك من جديد ناحية الطيارة وبدل ما تبزل مجهود وتعوم في البحيرة بتسند على جزء الشجرة لحد ما بتوصل من نقطة لفوق الطيارة وكل تفكيرها في انها تدور على سلكي وتجيبه منها وبتختص ناحيتها وبتلاقي قدامها الشونت بتاعت مايكل وسهم فبتاخدهم وبتطلع تعلقهم في جزء الشجرة وبتنزل من تاني للطيارة وبتحاول تخلع على سلكي من كابنت الطيار لكن مش بتقدر وساعتها بتخرج بسرعة منها لكن رجلها بتتربط في شبكة موجودة فيها وبتفضل تكافح عشان ما تموتش غرقانة في الطيارة وبتفتكر اما كانت في بيتها وحصلت حريقة وكانت نايمة بسبب انها سكرانة بعد جنازة والدها اللي توفى في المستشفى وهي كانت جنب وساعتها وما قدرتش تنقذ نفسها حتى ورجالة الاطفاق هما اللي انقذوها لكن المرضي مختلفة لان ما فيش حد موجود ينقذها فبتصر انها تحاول اكتر وبتعوم بسرعة للسطح عشان تتنفس وبترتاح على جزء الشجرة وبعدها بتقوم ناحية الشاطئ وقبل ما توصل بتلاقي ان فيه دب موجود قدامها جنب جزء سام وبياكل الشوكولاتة بتاعتها ويبقى مش قادرة تتصرف ولا تمنعه من اكلها وبعدها بيروح على جزء سام وبيحرك فيها وبتكون عيزاية بقت بقى اي شكل عنه وبتفضل تضرف في المياه عشان تعمل دوشة لحد ما الدب بيبعد عن سام وبيدخل جوه الاشجار من تاني وبتعوم لحد ما بتوصل للشاطئ وبتطلع الشرنة اللي جابتها من الطيارة وبتفتحهم وبتلاقي ان فيها دولارات كتير خاصة بسام ومايكل ومعاهم شنطة مليانة حبوب مخدرة قوية وما بتعرفش تتصرف ازاي غير انها بتروح تدفن سام عشان تدبل او رجع تاني ما يشويش جزته وما بترجع بتفكر ازاي تولع في الدولارات اللي قدامها عشان تعمل نار تتدفى بها بالليل وبتفكر انها تركز اشعة الشمس على الدولارات باستخدام عدسات النضارة بتاعتها وبتنجح في انها تولع فيهم وبتحافظها النار باستخدام الخشب اللي جنبها وبتسمع سام في خيالها وهو بيقولها ان ما فيش حد هيدور عليها ولازم تسعى انها تخرج من المكان اللي هي فيه وإلا الموت هيبقى هو نايتها الوحيدة وبيجي تاني يوم وبتفكر ازاي هتجيب اكلة او تصطط سمك من البحيرة اللي قدامها وبتحاول انها تمسك السمك الصغير اللي بيعوم قدامها لكن طبعا بتفشل فبتستخدم حلقها وخشب وخيط الاسنان عشان تعمل سنارة وبتفضل واقفة فترة في الشمس مستنية اي سمكة تمسك في حلقها اللي عاملها على شكل خطاف لكن بمجرد ما السمكة بتمسك في الخطاف يتقطع الخيط وبتفشل محاولتها التانية في الصيد وبتبدأ انها تتحرك في الغابة عشان تدوع على اي حاجة ممكن تكلها وبتفكر اما كانت مجهولة جدا في شغلها وما عنداش وقت حتى انها تروح تطمن على ابوها اللي كان تعبان ومحتاجها جنبه لكنها فضلت الشغل على ابوها وقررت انها تخلص الشغل اللي وراها الاول وجات لازم ليت عشان تقولها انها تندم على اللي بتعمله دلوقتي ونداء انسب وقت تكون جنبه بوافي لانها ممكن تندم باقي حياتها وفعلا راحت لوالدها المستشفى عشان تطمن عليه وفضلت قاعدة جنبه عشان تهتم بيه وبتكون ليف بتتحرك في الغابة وبتدور على اي اكل حواليها وبتلاقي توت قدامها فبتلمه في ازازة من معيها وبتخاف انه يكون توت مسموم فبتقسم التوت اللي لقيته لتلتة الوان وبتجرب اول لون لكن بيبقى امر جدا ومش بتقدر تاكله وتاني لون بيكون اجمل منه وبتقرر انها تاكل كله ومش بيحصلها حاجة بعدها لكن اما بيجي الليل بتحس بمغص شديد وبتخفها ما بترجع كل اللي كلته من تاني وبتنم من كتر التعب اللي حاسة بيه واما بيجي تاني يوم ما بيكونش قدامها غير النوع التالت من التوت عشان تاكله وبتضطر انها تاكله وبيكون هو فعلا التوت الصالح للأكل وبتروح فورا عشان تلم كل التوت اللي تقدر تلاقيه عشان تتغذى عليه وبتلاقي ان الجو بيمطر فبتجري على مكانها عشان تفضي كل العلب اللي فيها الحبوب المخدرة وتجمع فيهم مياه على قد ما تقدر واما بيجي الليل عليها بتلاحظ حاجة قدامها فبتجري على اعلى نقطة قريبة منها عشان تتأكد من اللي شافته وفي خلال طريقها بتفتكر اما والدتها هجرتهم وهي كانت صغيرة وكانت خايفة ما تكبر تبقى زيها وتهجر هي كمان عالتها وما عزلت من بيتها اللي تحرق لقيت جوابات كتير والدتها كانت بتبعتها لها ووالدها كان بيخبيها منها ومن ضمنهم جواب بتقولها والدتها فيه انها تبقى في مدينة معينة لمدة طويلة عشان لو حابة تيجي تزورها فيها وساعتها قررت ليف انها تسافر لها وده كان سبب سفرها ووجودها في المكان اللي هي فيه دلوقتي وبتفوق من ذكرياتها بعد وصولها لأعلى نقطة قريبة منها وبتكون شايفة دوق أصفر بعيد معكوس في السماء وبتخمن انها ممكن تكون مدينة قريبة منها وبتبقى متخيلة سام جنبها وهو بيشجعها الوصول لها وبتقضي الليل في مكانها وتاني يوم بتلم كل حاجة معها عشان تتحرك في اتجاه المدينة وبتتمنى انها ما تتوهش في الطريق وبيأكد لها سام انها تتوهي أكيد وبتبدأ تتحرك وبتفضل ماشى فترة لحد ما بتلاقي أثار أقدام في الأرض فبتفرح ان في حد قريب منها وبتفضل تنادي يمكن حد يسمعها لكن بتلاقي قدامها الشرايط اللي كانت هي ربطها في الشجر وبتكتشف ان الأثار دي بتاعتها هي وانها بتلف في دايرة فبتفتكر طريق تعمل بصلة بدائية عشان تعرف الاتجاهات الصحيحة وانها تعلمت ازاي تعملها في معسكر الكشافة مكان الطفلة وبتنجح انها تعمل بصلة باستخدام الأدوات البسيطة اللي معيها وبتكتب على جزع الشجرة انها كانت موجودة في المكان ده وفقها أربع خطوط بيدل على الأربع تيام اللي قضيتها في المكان جنب البحيرة وبتبدأ تمشي حسب البصلة وبتفضل فترة ماشي على البصلة وعلى ظهرها الشنطة اللي فيها حاجاتها ومع الوقت بتفضل ترمي حاجات من شنطتها علشان تخفف حمل الشنطة من عليها وأول حاجة بترميها هو اللابتوب بتاعها اللي كانت عمرها ما بتسيبه في مكان وبعدها بترمي اي حاجة مش مهمة من الشنطة في الأرض وبتطلع موبايلها وبتتخيل نفسها قادرة تتصل بأي حد فبتتصل بيداني عشان تبلغوا انها أسفة وبتتصل بمومتها عشان تقولها ان والدها مات وبقت وحيدة خلاص وبتحكي لها عن اللي حصل وحادستها بالطيارة وان هي كمان حامل وبعدها بتسيب موبايلها على شجرة وبتكمل طريقها وبعد ما بتمشي شوية بتلاقي نفيه فلوس مرميه على الأرض وبتفهم انها رجعت من تاني تمشي في دايرة وان مفعول المغناطيس الموجود في طرف الإبرة انتهى وهي نسي تاخد سماعة مايكل اللي فيها مغناطيس من مكان تخيمها وبتقرر انها ترجع من تاني لمكانها عشان تاخد الساعة وتبدأ رحلتها من الأول لكن ساعتها بتسمع صوت حركة حواليها وبتخاف من انه يكون الدب اللي كان هيكل سام فبيظهر لها سام وبيقول لها انها كانت المفروض تسيب الدب بيأكله على الأقل كان هيبقى دلوقتي شبعان ومش بيدور عليها فبتهرب ليف من تخيولاتها ومكانها وبتطلع على قارب شجرة عالية جنبها قبل ما الدب يشوفها لكن الجزء بيتكسر تحتها وبتقع من على الشجرة وبتشوف قدامها ان مصدر الصوت كان حيوان الركون مش الدب وبعدها بتسمع صوت طيارة فوقيها فبتجري ناحية مصدر الصوت وفي ايديها مراية على أساس انها تعكس ضوء الشمس والطيارة تاخد بالها منها لكن مش بتاخد بالها من المكان اللي بتدوس عليه وبتقع في مكان مجوف في الغابة وبتفوق ليف وهي في مكان شبه الكهف ومش بتقدر تتحرك منه وبتكون دماغها مخبوطة جامل فطلع من شنطتها شال وبتربط راسها بيه وبتتخيل ان والدتها قاعدة جنبها عشان تخلي بالها منها وبعدها بتفقد الوعي من تاني وبتتخيل حياتها وهي في الشغل اللي قضت أغلبية حياتها فيه وبتكون نايمة في مكتبها على الأرض ولبسها وشكلها مبهدلين وبيجيلها داني عشان يقولها ان وراهم اجتماع ضروري ولازم تجيلهم بعد ربع ساعة وبتفتح درج الأكل وبيكون كله مليان أكياس شكلاتة فاضية فبتحول تشرب من الكلدير اللي قدامها وبيكون فاضي مفوش مية ومحدش بيهتم بالهاية عيزاه غير ان وراها شغله بس وبتفوق من تاني في الحفرة وبيكون واقع على رجلها صخرة كبيرة معنى عام من انها تتحرك وبتقولها والدتها اللي في خيالها انها مش هتقدر تطلع من تحت الصخرة وحتى لو طلعت مفيش طريقة ليها للخروج من الحفرة دي وبتنصحها انها تنتحر عن طريق الحبوب اللي معها عشان ترتاح من العذاب وساعتها بتفتكر ليف كل ذكرى مقلية ما حصلت لها وانها كانت بتعمل والدها طول عمرها بطريقة سيئة جدا وبتلوموا على هجر والدتها ليهم مع انه كان بيحاول يربيها الوحد ويهتم بيها على قد ما يقدر وفي عيز الذكرات بتاعتها بتفتكر داني انه اكتر شخص حبها وكان بيتمنى تحبه زي حبه ليها وانها كانت بتستمتع بوقتها جدا معاها وساعتها بتقرر ليف انها ما تستسلمش وبتمسك صخرة مدبابة وبتفضل تخبط في الصخرة الموجودة على رجليها وبتنجح في الخروج من تحتها وبتفضل تفكر في طريقة تطلع بها من الحفرة والدتها معاها فبتقولها انها تاخدوا الحبوب عشان ترتاح فبتصرخ فيها ليف وبتقولها انها مش هتستسلم زيها ابدا وبترمي عليها علبة الحبوب وبتدخل العلبة في ممر صغير في الحفرة وبيكون ده ممر خروج ليف فعلا من الحفرة وبتلاقي نفسها على حرف جبل واول ما بتتحرك بتقع من المكان اللي هي فيه وبتفضل تقع وتقع على اخصان الشجر لحد ما بتحاول تمسك في غصن قوي وبتنزل على الارض وده بيقلل من خبطتها في الارض وبتنزل فقد الوعي وبتحلم بكلام الدكتورة اللي مهتمة بصحة جنينها وهي بتقولها انها تحفظ على نفسها وتعمل تمارين معينة وتقلل من توترها وانها لازم تخلي بالها على نفسها وعلى جنينها وبتقولها الدكتورة انها هتبقى ام كويسة فبتسألها ليف هي عرفت منين انها هتبقى ام كويسة وهل من وزنها ولا شكلها ولا ضغط دمها حتى وتخانقت معها عن تفكيرها لو ما كانتش عايزة الجنين اصلا وفكرت تخلص منه وبتفوق ليف وهي وقع في الارض وبيبقى عندها كادمة قوية في جنبها بسبب الوقع وبتكون رجلها مكسورة وما فيش اي حاجة معها لانها سابت شندتها في الحفرة وبتفكر والدها وبيحمسها عشان يقومها تروح للمدرسة بتاعتها وكأنه بيحاول يساعدها في انها تقوم من تاني فبتحاول توصل للعصية اللي جنبها عشان تسند عليها وبتبدأ خطوة خطوة تمشي على رجلها عشان تكمل طريقها وبيبقى عذاب بنسبالها المشي وهي سندة على العصية لكن بتبقى مجبرة تكمل وبتستعين بالشمس عشان تعرف الاتجاه اللي هتمشي ناحيته بدل البصلة اللي سابتها في شنطتها والساعة اللي سابتها في مكان التخيم وبتبقى محتاجة انها تحمس نفسها فبتفكر كل ذكريات حياتها واللحظات الحلوة اللي عاشتها مع والدها عشان ما تستسلمش بسهولة وبتفضل تمشي لحد ما بتتعب وبتنم في مكانها عشان تستجمع قوتها تانيوم وتكمل طريقها وما بتصحى بتتخيل نداني جنبها وبيساعدها على الماشي وبيقولها ما تفكرش في الطريق اللي فاضلها يتمشيه وبيسألها ليه ما قلتلوش عن موضوع حملها منه لان ده كان ممكن يشكل تغيير بقي شاك لان من حقه يعرف فبتقوله انها ما تعودتش تعتمد على اي حد في حياتها ولا تصق في حد فبيقولها انه وثق انها تبقى ام ناجحة جدا لانه عارفها من سنة وما شافهاش فشلة في اي حاجة في حياتها ولازم تصق فيه اكتر من كده المرة الجاية اللي هتقابله فيها وبيسيبها وبيختفي وبتفتكر يما كان والدها مريض وسألته عن السبب اللي خلاه خب كل الجوابات اللي جات من امها ليها وما قالهاش عليها وانها كانت محتاجة تقرأ الجوابات دي جدا عشان تعرف ان امها بتفكر فيها لسه فبيقولها ان الجوابات دي ما كانتش عشانها انما امها كانت بتبعتها عشان هي اللي ترتاح ويتدي لنفسها سبيل تسامح نفسها بيها اللي عملته فيهم وهي من صغرات استحق انها تنسى والدتها بدل ما تعيش في عقدتها باقي حياتها وانه عمل كده لصالحها وساعتها قررت ليف انها ما تستسلمش بسهولة واتكمل طريقها على الاقل لو ماتت تموت وهي بتحاول وهي مش مستسلمة وبتكمل طريقها بطء بسبب رجليها وبتاكل توت من حواليها عشان تستمر وبتلاها جزء اكبر تسند عليه عشان تقدر تمشي لحد ما بتوصل لنهر المفروض انها تعديه عشان توصل للناحية التانية واتكمل طريقها فبتقعد شوية عشان ترتاح وبتفكر ازاي هتعد برجليها المكسورة وبتتخيل والدها جنباوها بيقول لها ان والدتها كانت بتحب الطبيعة جدا ويا ما خدته الاماكن غريبة كانوا بيتوه كتير عشان يوصلوا لها لكن الاماكن كانت جميلة جدا وتستهل الصفر وانها شبهها في ابتسامتها وتهورها انها تعمل رحلة زي دي وتروح تقابل امها وبيقول لها ان شخصيتها جميلة جدا وهتبقى ام ناجحة لان الامومة مش حاجة بتستعدلها انها ما حاجة بتوهب نفسها ليها وانها مش هتبقى زي والدتها زي ما هي خايفة لان شخصيتها مستقلة تماما ومش بتتنازل عن اي حاجة عايزيها وده سبب من اسباب نجاحها في حياتها ومن حقها ترتاح شوية في مكانها وبيعرفها ان اللي عملته والدتها وهاجرها ليهم مش زنبها وان والدتها كانت محتاجة تسيبهم لانها ما قدرتش تتحمل مسئوليتهم وكانت شايفة انها خطر عليها بسبب تصرفاتها المتهورة وساعتها بتشوف ليف والدتها قدامها وهي بتسيبها وبتبعد عنها وكأن ليف بتتعافى من التفكير فيها وبعد ما بترتاح شوية بتقرر انها تنزل النهر وتشوف هياخدها الفين لانها مش هتستسلم دلوقتي وبتتسند على جزع شجرة وبتنزل النهر وبتفضل تقاوم الامواج عشان ما تغرقش وبتكون الامواج هي المتحكمة في طريقها ومن قوة الخبطات بيفلت منها الجزع وبتفتكر ساعتها شريط حياتها بكل لحظاتها الجميلة اللي عاشتها وان كل فكرة خاصة بوالدتها وبتتخلى عن انها تدور عليها او تشوفها حتى وبتستسلم للسلام الداخلي اللي بقت فيه وانها تعيش لنفسها اول ما جننها يتولد وبتفضل ليف تقوم على المهية وبتحلم بلحظة حملها لو تمت ونيدانها هيكون جنبها ومعاها من غير ما يتخلى عنها زي ما هي متعودة من اي حد حواليها بسبب اللي والدتها عملته فيها زمان وهجرتها هي وابوها وبينتهي بها النار لحد ما بتلاقيها عمال بيشوفوها وبينقذها من الغرق وبتكون دي بداية حياة جديدة اللي في قرارة انها تعيشها بعد ما ثبت ماضيها وراها وقرارت تنسى اللي عملته فيها والدتها وتتنزل عن فكرة انها تدور عليها وتنتبه لحياة الامومة اللي دخل عليها وتوهي بنفسها ليها الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام